اشتركوا في القناة فشل خطط الكاظمي لضبط الأمن معلنا عودة التفجيرات التي تحصد أرواح العراقيين من دون تمييز العراقيون باتوا وقودا لمدافع الأحزاب والاقتتال فيما بينها بحسب وكالة فرانس بريس وأنهم يعيشون في قلق من عودة التفجيرات مع اقتراب موعد الانتخابات مستغربين من غياب دور الأجهزة الأمنية وكيفية تسلل المهاجمين إلى قلب العاصمة بغداد عودة التفجيرات واستهداف الأسواق الشعبية هو تذكير بأن وضع العراق محفوف بالمخاطر كما وصفته كالة أسوشيتيت بريس التي ذكرت أن توقيت هجمات بغداد بعد يوم واحد فقط من أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية يثير التساؤلات عن الخطوات التي سيتخذها في ظل قرار سلفه ترامب تقليص عدد قوات التحالف في العراق مؤكدة أن الهجمات جاءت أيضا قبل أشهر قليلة من الانتخابات التي يطالب بها المحتجون لزاحة السلطة الحاكمة ووضع نهاية للفساد وقد تمثل رسالة ترهيب جديدة لإبقاء المشهد السياسي كما هو من دون تغيير أيات علماء المسلمين في العراق إدانة التفجير الإرهابي المزدوج وأكدت أن هذه التفجيرات التي تأتي بعد أيام قليلة من قرار الحكومة الحالية تاجيل الانتخابات والتفجيرات المريبة التي حصلت في مقار الميليشيات في ناحية جرف الصخر تؤكد بدء مرحلة صراع جديدة بين الميليشيات وسعيها المحموم إلى خلط الأوراق وإرهاب الناس وإشاعة الفوضى وبث المشاعر الطائفية المقيتة واستثمارها في التهيئة للانتخابات ولسيما بعد إخفاق هذه القوى والأحزاب في إنهاء الاحتجاجات المطالبة بإنهاء نظام المحاصصة الطائفية أما اللجنة العليا للمثاق الوطني العراقي فذهبت إلى أن ما شهدته بغداد من تفجيرات إجرامية هو إرهاب سياسي وبتخطيط إيراني وهي رسالة إيرانية إلى إدارة بايدن تهدف إلى التناغم معه في المفاوضات بشأن ملف هنوي لعادة التفاهمات بينهما على حساب الدم العراقي البريء اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين وصفت التفجيرات بأنها عمل إجرامي نفذته أذرع إيران في العراق بتسهيل من الأجهزة الأمنية الحكومية في حين أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد تخصيص عشرين مليون دولار لدعم حكومة الكاظم في تأمين المنطقة الخضراء وسط الهجمات والقصف المتكرر الذي تقوم به الميليشيات الموالية لإيران ترجمة نانسي قنقر